مع وصول الشرعية إلى مشارف صناء هادي يغادر عدن مرة أخرى جولة خارجية ستأخذ الرئيس هادي إلى عدد من الدول في مقدمتها مقر عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ومقر إقامته المؤقت العاصمة السعودية الرياض وبحسب مصادر رسمية فإن طائرة الرئيس هادي لن تتوقف في الرياض فقط هذه المرة حيث سيقوم بزيارة إلى تركيا ودول أخرى حسب ما أردته كالة سبا الرسمية الجولة التي يقوم بها هادي تأتي بعد طورات كبيرة شهدتها الساحة اليمنية مع اقتراب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء واستمرار جهود الحكومة لتطبيع الحياة في عدن والتي تقترب من إحكام سيطراتها التامة على العاصمة المؤقتة بعد فترة من الاضطراب الأمني الذي يعتقد أن خلايا تابعة للرئيس المخلوع هي من تقف وراءه هذه التطورات دفعت مراقبين إلى التأكيد على أن هذه الجولة تختلف عن سابقاتها كونها تبحث في ملف تحرير صنعاء الذي تؤكد تصريحات رسمية أنه صار ينتظر قرارا سياسيا فقط ولعل هذا القرار وأوجه الدعم الذي سيحتاجه هو ما ستبحثه هذه الجولة زيارة تركيا في هذا التوقيت ذات أبعاد لها علاقة باتقارب الواضح بين السعودية وتركيا على خلفية الموقف من التدخل في سوريا وبحسب مراقبين فإن زيارة هادي إلى أنقرة ربما تبحث موقفا تركيا مساندا لجهود التحالف في اليمن في هذه المرحلة هذه الجولة تأتي في حين من مقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء جلسة خاصة لبحث الملف اليمنين بطلب من روسيا فيما كان هادي يعقد أول اجتماع له فور وصوله الريال بسفراء الدول دائمة العضوية في المجلس فيما يبدو أنه استباق للجلسة المرتقبة كما أكدت مصادر رسمية أن نائب الرئيس خالد بحاح سيقوم بزيارة لموسكو لبحث جهود حل الأزمة اليمنية ودور روسيا في هذا الجانب تحركات واسعة تقوم بها السلطة الشرعية يبدو أنها من أجل ضمان موقف دولي يسند تحركاتها الأخيرة في جهود إسقاط الانقلاب ترجمة نانسي قنقر